يعتبر أن أولئك القضاء والطلبة وغيرهم هم أبناؤه رحمه الله وبهذا الأسلوب كانوا قريبين منه يحبونه حبا شديدا لأنه كان يعاملهم باللطف والحسنى وبدل الغالية والنفيس من أجله حتى لما جاء أحدهم إلى الإمام وقال للإمام أن بعض الطلبة يريد أن يقيم انقلابا عليك والسبب في هذا أن الإمام الخليلي سجن الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري لبعض الأمور فبعض الطلبة ومن ضمنهم الشيخ سفيان وغالب بن علي وشيخ محمد بن شامس البطاشي يدرسون عند الشيخ إبراهيم ويسألونه في بعض الأمور وهو مسجون فاستغل هذا المغرض وقاء إلى الموقف هذا المغرض استغل الموقف وقاء إلى الإمام وقالوا على أن بعض الطلبة يريدون أن ينقلبوا عليك فماذا كان رد الإمام عليه؟ قالوا الإمام هؤلاء الطلبة لو صح أن أسقيهم من دمي لفعلت ولكنه حرام ولا يجوز دليل أن الإمام كان يحب هؤلاء الطلبة ومر واحد قال للإمام قالوا الإمام يقولتهم هل لا قاس تطعمهم وقاس تخسر أموال الدولة وما فيهم نباهة ما أحد منهم طلع فيهم عالم فقال الإمام رحمه الله لو واحد منهم طلع منه منفعة وعالم أفضل من لا شيء حلما يهمنا كم عدد من يكونون علماء فقه وقضاه ونحوئ ذلك لكن يعنينا أننا قمنا بالواقب ودرسناهم وعلمناهم والاكتهاد منهم هكذا كان الإمام يعامل الطلبة ويدافع عنهم